اهلا بكم كل اعزائنا المشاهدين وكل اعزائنا المتابعين في قناتكم سري للغاية فادي فكري قبل ما نبدأ بفكركم اوعدوا بخالوا علينا في اللايك علشان القناة تقدر تستمر معاكم فمن فضلك لو تقدر تعمل لايك في اللحظة دي قبل ما نبدأ ولو انت جديد معنا يا ريت تشترك في القناة هيوصلك كل الاخبار في كل ساعة وكل لحظة وعلى مدار الساعة النهاردة معانا موضوع جديد ومهم جدا 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 اول حاجة بداية حرب في دولة عربية وفعلا ابتدت فيها المشاكل بشكل عالي جدا والكلام ده كان قاله بالحرف كده بالحرف مشيل حايك وكانت قالته برضو السيدة ليلى عبداللطيف وهنستعرض مع بعض ايه اللي تقال وبدأ يظهر بالفعل بالحرف زي ما قاله تاني حاجة في عالم كبير جدا ومعانا بالدليل بيقول ان في ظهور فيروس اخطر من الكورونا وهيبقى اشد فتكا فيلا بينا ربنا يسترها علينا يا رب ويسترها على حضراتكم ويسترها على العالم العربي والعالم اجمعين وزي ما قلنا وزي ما بنقول دايما ارجوكم تساعدونا في ان احنا نقول هذا الدعاء زي ما انا تعودت في كل فيديو ومهم جدا ان نقول هذا الدعاء لان لعلى واحد فينا دعاء ويصل الى السماء وقلت لك تاني انت ممكن تكسب سواب وانت بتتفرج على الفيديو يبقى بتاخد معلومة وتكسب سواب والله العظيم والله العظيم الدعاء يغير الاقدار فيريد ترددوا ورايا او تقولوا في الكمنتات كلمة امين ان شاء الله كل فيديو نقولك فيه امين هتفرق كتير اوي 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 اللهم ارفع عنا البلاء واتفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين انا بحاول اكسب سواب من ترديد هذا الدعاء ويا ريت حضرتك تكسب سواب وكتب امين في الكومنتات ونبدأ موضوعنا باذن الله وعلى بركة الله نبدأ اولا هنتكلم على ايه هي الدولة اللي بدأت فيها مشاكل وبدأت فيها بداية حرب وكده فهنتكلم على ليبيا ليبيا دلوقتي زي ما انتم عارفين ان اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة بان المنظمة الدولية بتدعم عبد الحميد الدببة وزي ما انتم عارفين ان حصل مجلس النواب انه اختار اه حد اسمه فتحي باشا اه اه اغا رئيسا جديدا للحكومة مع ان عبد الحميد الدببة كان متقال ان هو هيفضل ماسك لغاية ما الانتخابات تتم فبدأ دلوقتي الليبيا تنقسم الى فريقين ونعود للسفر اه الجزء بتاع الدببة والجزء اللي كانوا معاه والجزء اللي معه حفطر والناس اللي كانوا بيدعموه واختر حاجة انها بدأت توصل ميليشيات مسلحة تاني وما كانتش بتظهر والخوف هل كان فيه دواعش او اجزاء من الميليشيات المسلحة من داعش وكانت مستخبية ولا حد بعتهم في الخفاء ولا كده والاختر من كده كمان ان كان سيف الاسلام القذافي ظاهر بشدة حاليا سيف الاسلام القذافي مش متواجد نهائي على الساحة وما حدش لقيه طيب ايه اللي يربط ده بالتوقعات تعال نشوف كان قال ايه مشيل حايك في اول السنة او قبل نهاية السنة كمان اللي فاتت وقال كده بالحرف الواحد مطار بليبيا يشهد حركة غريبة واحداث مفاجئة الحديث عن احداث وانقلابات وعمليات خطف مباشرة لاحد الشخصيات الكبيرة والقيادية في ليبيا وهنا قبل ما اكمل الجملة دي احنا بنخاف فيها على سيفة الاسلام القذافي هل تم خطفه فعلا لانه هو مش ظاهر نهائي مع انه كان ظاهر الفترة اللي فاتت وان الحكومة راحت مغير مجلس النواب مغير رئيس الحكومة على غفلة وجاب باشا اغا فهنا هو قال كده الحديث عن انقلابات وعمليات خطف مباشرة لاحد الشخصيات الكبيرة والقيادية في ليبيا خطر محضق يلاحق احد افراد الرئيس الليبي الراحل معمر قذافي يعني قال بالاسم ومين احد افراده اللي بقيين هو سيف الاسلام بيقول تشهد الصحراء الليبية تطورات وحركة سياحية غير مشهودة القضاء في وضع حرج للغاية يعود من جديد اسم حفطر يتصدر الترند والاخبار بعد دخوله مرحلة المساومة على الرئاسة لليبيا عمليات اختطاف لاحد الاشخاص البارزة والبارزة والتي تضع نصب اعينها منصب الرئاسة برضو كلام ده على حفطر على سيف الاسلام القذافي عودة من جديد الى سيف الاسلام اللي يتصدر المشهد في ليبيا معدلات غدر عالية في ليبيا تعود الى الصدارة وده كانت قال يوم تلاتين اتناشر عشرين واحد وعشرين واللي قاله ادي حصل في ليبيا اولا اختفاء سيف الاسلام ثانيا حفطر ساوم على الرئاسة ثالثا الحديث عن انقلابات وعمليات خطف وخطر محضق في ليبيا وطبعا اللي احنا شايفينه حاليا ان ليبيا على صفيح ساخن وليبيا بتغلي الايام دي مش عارفين طبعا الانتخابات اتأجلت رئيس وزراء ورئيس وزراء امريكا معترفة بواحد والامم المتحدة معترفة بواحد والليبيين اختاروا واحد وبدأت ظهور القوات والميليشيات من حوالي ساعة ولا ساعتين في ليبيا حاليا ميليشيات من سلحة ابتدت تظهر فلو حصلت حرب اهلية تاني في ليبيا فدي بداية الحرب الحقيقية اللي ربنا يسطر فيها على ليبيا وعلى شققنا في ليبيا يا رب ويعرفوا ويرجعوا بلدهم تاني ما بين ايديهم ده كان موضوع يا جماعة واللي هو محطوص في اول عنوان في هذا الفيديو الموضوع التاني ومهم جدا 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 عن الفيروس الخطير او الاخطر من كورونا ويلا بينا نشوف المصدر ونشوف الخبر بيقول ايه هنا الخبر زي ما احنا شايفين جاي من الارتي الروسية النطقة بالعربية والخبر بيقول عالم فيروسات يحذر من سلالة فائقة للفيروس التاجي المستجد وده اتنشر بتاريخ 15 فبراير 2022 اليوم وبيقول حذر العالم حذر عالم الفيروسات الروسي بابل فلوتوشكوف مدير مختبر هندسة الجينوم في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا من احتمال ظهور سلالة فائقة للفيروس التاجي المستجد في الصين او في جنوب اسيا انا مش عارف الصين يا جماعة اخرتها ايه معانا ومع العالم ووفقا له ان احتمال ظهور مثل هذا الطفرة مثل هذه الطفرة ضئيلة في البلدان التي تعافت فيه نسبة عليها على تطعيم كامل ولكنها يستثنى الصين وبلدان جنوب اسيا من هذه القائمة ويقول يعيش في الصين واحد ونص مليار انسان عمليا لم يصابوا بالمرض من الناحية الافتراضية يمكن ان تصبح الصين البلد الذي يحتمل ظهور متغير جديد للفيروس التاجي المستجد لان هذا العدد الكبير من الناس الذي لم يصابوا بالمرض يشكلون قاعدة احتياطية كبيرة للفيروس يمكن التقاثر فيها ويذكر ان تيدروس ادهنوم وغيبرسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اعلن في وقت السابق في مؤتمر صحفي مصغر انه بعد انتشار متحور اوموكرون يمكن ان تظهر متغيرات جديدة للفيروس التاجي المستجد والمصدر نوفو سيتي زي من انتو شايفين فبالتالي الكلام الكلام ده هو اصده منه ايه وتفسير ايه والكلام ده مجاش من العالم الروسي بس برضو كان فيه كذا خبر تاني بيتكلم على احتمالات ظهور متحور خطير جدا والمتحور ده هيكون في الصين تب ليه قالوا كده قالوا كده علشان موضوع الصين انه فيها واحد ونص مليار محدش اتعدى فبالتالي مفيش اي اجسام مضادة موجودة في اجسام هؤلاء الواحد ولص مليار المتحور بيلاقي دايما اللي ما عندوش اجسام مضادة ان دي بيئة صلحة ان هو الفيروس يشتغل فيها ويتحور من جديد مع كمان عادات الصين في اكل الحيوانات والحشرات مع عادات الصين في طرق التخزين مع كميات الافراد مهما كان عندهم احتياطات لكن ما عندهم شي اجسام مضادة فهو شايف او الدراسات بتقول ان الفيروس ممكن يبقى اشد خطورة لانه هيبدأ ينمو في الواحد ونص مليار ويتحور ما بينهم يتحور ما بينهم لغاية ما تبقى نخش تاني في الكلام ده والكلام ده برضو اللي قالته السيدة ليلة عبداللطيف اللي قالت ان موضوع متحور او ميكرون او الكورونا هتبقى زي الالف الونزة وميشيل حيك قال نفس الكلام الموضوع هيبقى زي الالف الونزة لكن الخطر من ان العملية هتبقى فيروسات اخطر وهتبقى عاملة زي الحرب البيولوجية وهيبقى الصراع على مين هيقدر يوفر الادوية والفكسيم واللقاحات لبقية العالم وان المشكلة هتبدأ هما الاتنين هتبدأ من افريقيا وبعدين هتظهر الاول في افريقيا وجاية من الصين وتبدأ تنتشر تاني في العالم على اساس ان برضو افريقيا من اكتر الدول اللي فيها بلدان ما خدتش الفكسيم او ما عرفتش لقاح وتقدر الامراض دي تنتشر فيها اولا فزي ما حصل في الاموكرون انه كان في جنوب افريقيا والعالم كله دلوقتي انتشر فيه ربنا يستر يا جماعة وربنا يعدي هذه السنة تاني على خير ويخرجنا منها سالمين يحفظ بلادنا واولدنا وبيوتنا ويحفظ دولنا العربية ودول العالم اجمعين تاني بفكركم بنهي الكلام بتاعي دايما بالدعاء وياريت ناخد السواب دوت مع بعض في كل فيديو نعمله بانك تكتب امين وان شاء الله واحد فينا رسالته او دعاء تصل الى السماء اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين اللهم ارفع عنا البلاء وادفع عنا الوباء وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين امين ياريت ما تنساش تعمل لايك تدعم القناة ما تبخلش عليها باللايك ما تنساش تكتب امين اكسب ثواب ويمكن القناة دي ظروفها جد ان احنا بنكسب ثواب واحنا مش رغضين بالنا شكرا ليكم كان معكم فادي فكري من قناة سر للغاية فادي فكري والسلام ختام